اشتركوا في القناة والواقع المحيط اقناع الطرف الآخر بشيء معين وفي كثير من الأحيان تكون هذه الخطابات ناتجة عن قوى يساء استخدامها قوى كالثروة المعرفة التعليم السلطة ودور التحليل النقدي للخطاب هو كشف العلاقة بين المجتمع والخطاب ودراسة الاستراتيجيات الكابنة والمضمرة في هذا الخطاب وفهم أو دراسة الكيفية التي يتلقى بها الطرف الآخر هذه الخطابات وكيف يقوم بإنتاج خطابات مضادة كما سنتعرف أيضا على الكيفية التي تقوم بها الطبقات المهمين للتحكم في سلطة الخطاب والحد من وصول الأطراف العادية إلى مصادر الخطاب لكن ما سيعنينا بالأساس هو التعرف على الاستراتيجيات الكامنة خلف إطلاق مثل هذه الخطابات إذن هو مجال شيء للغاية وأنا أتمنى بمشيئة الله أن نبحر في دراسته خلال المحادرات القادمة من خلال التعرف على أبرز أعلام هذا المجال وأبرز ما وضعه من نظريات وأفكار إذا أردنا أن نضع مجموعة من الأمثلة البسيطة هذا الأسبوع لن نقوم بإجراء محاولة للتحليل لكن فقط نتعرف أو نحاول أن نرى ما استعرضناه اليوم في التحليل النقدي للخطاب إذا عدنا مثلا إلى أحداث الفتنة الكبرى في عصر الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتنة الخلافة عقب تولي سيدنا عثمان رضي الله عنه الخلافة طبعا كان هناك فتنة لا تخفى أحداثها على أحد يذكر دكتور حسين نصار في مصر أن أحد دعاة هذه الفتنة قدم إلى مصر وأراد أن يقنع الناس بأن سيدنا عثمان رضي الله عنه ليس الأحق بالخلافة وأن علي رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة فنستعرض الأهم الجمل لذكرها إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصيه إن علي وصيه محمد عليه الصلاة والسلام إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وإن علي رضي الله عنه هو خاتم الأوصياء ثم إن عثمان أخذ هذا الأمر بغيرها طبعا ما بين كل فكرة والتانية وطبعا ليس هذا نص الخطاب ولم يكن هذا في خطاب واحد إنما هو متدرج يعني كل فترة يحاول أن يتحرك بعقول المصريين هذا الكلام قيل في مصر يتحرك بعقولهم نحو أمر محدد وهو وجوب الخروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه فبدأ بأنه يقنعهم بأنه كان هناك ألف نبي وأن لكل نبي وصيه فلما قبل عنه ذلك محدش اعترض محدش سأل يعني ماذا يكون وصي النبي محدش سأل بدأ يتحرك بهم للخطوة التانية وهي إن علي وصي محمد هنا وضع مرتبة معينة لعلي رضي الله عنه وكأنه يتقدم على بقية الصحابة في هذه المرتبة وهي مرتبة الوصاية ثم حينما قبل هذا عنه بدأ ينتقل للمرحلة التالتة في التأثير في العقول يعني وجهه وقال والله طيب إذا كان محمد هو خاتم الأنبياء فإن لدينا ما يسمى خاتم الأوصياء القبول بفكرة وجود وصي لكل نبي القبول بأن هناك مرتبة معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه لكن أن نقبلها لعلي رضي الله عنه دفع هذا بقى أنه ينطلق للفكرة التالتة وهي أنه علي خاتم الأوصياء فأصبح لدينا خاتم الأنبياء ثم مرتبة وكأنها تعادل أو تكاد لمرتبة النبوة يعني تكاد تعادل مرتبة النبوة وهي مرتبة خاتم الأوصياء خلاص إبل المصريين عنه ذلك فأم منطلق أو بعض طبعا مصريين مش كلهم يعني بعض الناس اللي كانوا بيستمعوا لمثال هذا الكلام فانطلق في الأمر بقى خلاص مش الآن إن عثمان أخذ هذا الأمر بغير حق يعني لن نقوم بإجراء تحليل لهذا الخطاب لأنه أساسا هو ليس خطاب هو أقوال متناثرة لكننا نذكر هذا المثال فقط لنوضح كيف يمكن أن يكون هدفك بعيد للغاية لكنك تستخدم الخطابات بشكل متدرج جدا فإذا رحت الواحد وقلت له إنه من يقول لك إن لكل نبي وصي يريد أن يخرج على سيدنا عثمان هيقول لك وما العلاقة إيه علاقة إنه لكل نبي وصي بالخروج على عثمان رضي الله عنه لا توجد علاقة لكن واقع الأمر أنه كان هناك تدرج وستراتيجية مستخدمة هو ده اللي إحنا بس مجرد أن نضع أيدينا عليه أن هناك استراتيجية استخدمت بعيدة للغاية وربما إذا حاولت أن تثبت وجودها عند أول أو تاني مقولة ستجد إنكار يعني من ينكر عليك هذا الأمر لكن واقع الأمر أنها كانت موجودة وكانت مستخدمة ببرع في أحداث الفتنة أيضا وفي يذكر أيضا دكتور حسين نصار أن هناك رسائل وضعت على لسان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام واستخدم فيها طريقة هي أشبه بالخدعة يعني كان هؤلاء القوم يخرجون عدد من الكاذبين ويتم إخفائهم في مكان معين حتى تحرقهم الشمس وكأنهم قادمون من السفر ثم في صباح أحد الأيام يخرجون فجرا إلى طريق المدينة ثم وكأنهم قادمون من الحجاز يعني إلى مصر فالناس لما تشوفهم تبدأ أنتم كنتوا فيين أين كنتم ما أمركم فيبدأ هؤلاء يقولون أن لدينا رسائل لفلان وفلان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكان الشخص الذي يدبر هذه المكيدة اتفق مع بعض الناس أنه حينما تقرأ هذه الوثائق يتم التهليل والتكبير وإثارة الناس وحثهم على الخروج على عثمان القصة كلها كذب في كذب لكن ولم يحدث أن أرسلت أي استغاسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصريين كي يخرجوا على عثمان قصة كلها ملفقة ما يعنينا في هذا الموقف؟ موقف طبعا في خدعة كبيرة هو السياق هنا المشكلة ما كانتش في الخطاب المشكلة كانت في السياق اللي اخترعوا هذا الرجل كي يقنع المصريين بالخروج على عثمان يبقى هنا في المثال الأول تعرفنا على استراتيجية استخدمت في خطاب متدرج معين لكن في المثال الثاني الرجل هنا لجأ لي اختراع سياق كذب سياق غير موجود لكنه أنتج سياق معين هذا السياق هو الذي جعل لهذه الرسائل تأثير قوي على مجموعات كبيرة من المصريين ودفعتهم لنخراط في أحداث الفتنة سنتعرف على المثال الأخير في الجزء الأخير من محاضرة هذا الأسبوع بعد قليل مشيئة الله شكاً 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 شكراً شكراً شكرا